بسم الله الرحمن الرحيم نكمل بحل ثيمات السيرجوري والثيم الأول راح يكون من Practice Paper 5 بعنوان لغلاسكو كوما سكيل قبل لا نحل الثيم خلي نراجع لغلاسكو كوما سكيل بشكل سريع لغلاسكو كوما سكيل يضمن ثلاث أجزاء اللي هنا i response والverbal response والmotor response كل وحدة بها عدد من scores i response i response i response i response افضل شيء انه spontaneous opening of the eye هذا نلطي اعلى درجة اللي هي 4 اذا response يصير لل speech هذا 3 اذا لل pain هذا 2 اذا no response هذا 1 الverbal response اذا coherent speech يعني يحكي حتي مفهوم نسمي oriented to space and person and time يعني من أسئلة يعرف السبعة وقت احنا ومن الشخص اللي جاي حاتش وبيامو كان هو موجود هذا نسمي oriented هذا coherent speech ننطي اعلى درجة اللي هي 5 اذا confused speech يعني يحكي بس ما يجاوبني صح ذنب الأمور الثلاثة اللي قلنا عنهن ما فاهمهم بالشكل الصحيح مثلا هسا باللي اللي يقول هسا بالنهار او المكان ما يندلل يعني ما يندلل مو عدم معرفة وانما عدم استجابة مثلا احنا بمستشفى يقول لا هذا بيتنا على سبيل المثال يعني هذا نسمي confused فننطي 4 3 اللي هو inappropriate words اصلا كلماته ما مفهومة يحكي بس كلماته ما مفهومة 2 incomprehensible sounds ما يطلع كلمات فقط اصوات وال1 اصلا no verbal response الموتور اذا obey command اقل اسوو فلان حركة اسوو فلان حركة هذا 6 اذا localized pain مثلا قرستب في المكان اجي خلق ايده على ايدي هذا localized pain هذا ننطي خمس درجات اذا withdraw from pain يعني مثلا ذيته سحب ايده سحب جسمه هذا 4 اذا يسو abnormal movement in response to pain الذيته بس سوى flexion بس abnormal reflection مو فالشي منظم هذا 3 اذا الحركات اللي يسوها عبارة عن extension هذا 2 واذا no motor response هذا 1 لازم نحفظ اني على مدعالة اساسهم مجرد نجمع درجات راح تكون الاجابة بسيطة جدا نجي للثيم حاليا السؤال الاول يقول اي اصوات اي اصوات اي اصوات ماكو يعني اصوات ماكو هذي هم 1 صار عدنا 2 the patient the patient flexes abnormally in response to pain the abnormal flexion يا درجة بالموتور response the abnormal flexion هي 3 the abnormal flexion you are called to see a 54 year old man following a liver section he is making noises but an understandable words يسوي لي فقط اصوات ماكو كلمات هذي جد ننطيها الفقط اصوات بالنسبة للverbal response من ينطيني فقط اصوات هذي انطيها to زين his eyes open in response to pain هذي جد هذي him to he withdraw appropriately from a painful stimuli من سوي لي painful stimuli هو withdraw يسوي لي هذي جد نجي اعلى وحدة هي 6 اللي هي obey commands the 5 localized pain the 4 اللي هي withdraw from painful stimuli فهذي 4 هذي حاليا 4 وذي نجي كل وحدة على 2 2 هذي جد صار المجموع صار المجموع 8 في الجواب G an 84 year old woman present with urinary frequency and dysuria she is sitting up with her eyes open هي قاعدة وعيونها مفتوحة يعني spontaneous فهذي اعلى درجة اللي هي 4 and is moving spontaneously هذي هم اعلى درجة اللي هي 6 صار عندنا 10 however her speech is occasionally confused بس بالسبيت عدها confusion فمن ننطيها 5 فشقد ننطيها ننطيها 4 فشقد صار المجموع صار المجموع 14 فالجواب هو K Z 24 year old intravenous drug user is brought to the emergency department with a suspected opiate overdose he opens his eyes in response to pain يفتحن in response to pain يعني انطي 2 هذا but makes no sounds بالنسبة للverbal response انطي 1 شقد صار عندي 3 حاليا he withdraws from painful stimuli with a drop from painful stimuli شقد قلنا عليها قلنا عليها 4 4 ومنك عندي 3 صار 7 فالجواب F فقط احنا نحفظ نقاط وراح يصير الجواب بسيط جدا you are paged to see a patient who is extremely unwell by the time you arrive the nursing staff are performing a cardiopulmonary resuscitation قاعد يسولي CPR يعني شنو يعني صار عندك cardiac arrest ابو cardiac arrest شوفو هالمرة منطاني معلومات هو بس قللي قاعد يسولي CPR cardiac arrest شنو يعني يعني لا eye response لا verbal response ولا motor response فهذا شقد هذا 3 في الجواب هو ب اقل شي باللي ما عدنا اقل لان كل قسم ننطبي one degree one score هاي بالنسبة للحلول of the Glasgow coma scale theme الثيم اللي بعد اللي هو والني conditions so الاول يقول 16 year old 16 year old girl present to her general practitioner with a two month history of pain in her left knee The pain is localized to the front of the knee هاي مهمة And is worse on climbing stairs On examination there is no obvious swelling or bruising of the knee عندي two month history of knee pain البين تحديداً شوفوا انتبهوا Front to the knee يعني تقريباً قدام الركبة عدنا احنا قدام الركبة عدنا الباتلة فهالشي لازم يخليني افكر بمشكلة بالباتلة بعد يزداد on climbing stairs يعني تقريباً قد بالمشي يكون اخف بس من تصعى الدرجات يصير اقوى والعمر young هاي شنو هنانا هاي مشكلة بالكارتلج الداخلي ما للباتلة شنسميها نقول عنها هاي اللي هي كوندرو ماليجيا باتل لاي يعني صاير inflammation او under development بالكارتلج هاد الالم هاي كوندرو ماليجيا باتل لاي او 22 year old man present with a sudden onset pain swelling فجأة sudden onset pain and swelling in his right knee that occurred while walking فجأة جاي يمشي صار عند a sudden onset pain with swelling he denies any trauma to the knee the patient describes his knee lacking at the time although this sensation is not present now حالياً ما عنده lacking بس هو يقل لي ترى رجلية قفلة هاي شبه هال تعبير يقولوها جاي يمشي وصار عنده sudden onset pain and swelling خلي لا ندوخ نفسنا بهاي التفاصيل مسألة اللاكينج عندنا احنا الهدف رانشيال دايغنوسيز اهم شي وعلى رأس القائمة اللي هو الميديا المنسكالتير بس هالي صحبه يا هذا السيناريو لا مايصير فجأة جاي يمشي وصارت هذا الكيس غالباً ماكو من اسكالتيري بسبب الووكينج يحتاج توستنج انجيري يحتاج تراما هذي الامور ما موجودة زين شن الحالة الثانية اللي ممكن يسوي لي اللاكينج بدون اي تراما وبدون اي انجيري الحالة هي أوستو أوسيو كوندرايتس ديسيكنز يصير انفلميشن بالبون والكارتلج أوف دا جوينج فشي يصير تتكسر قطع صغيرة من الكارتلج وين رح تروح رح تدخل بالجوينج هاي القطعة من دخلت بالجوينج ممكن بأي لحظة تخفلي الجوينج بعدين اذا تحركت رح يرجع يفتح الجوينج مرة ثانية نفس فكرة المنسكالتير انه هذا المنسكس اللي ينقص اذا دخل داخل الجوينج رح يسوي لي اللاكينج وممكن بعدين يرجع يفتح فهذا أوسيو كوندرايتس ديسيكنز فجأة ازداد البين وزداد السولينج انتبهوا هذي مهمة انتبهوا هذي مهمة وبعدين من الكومبليكيشنز ما للحالة مالتهم سويت لي فالغس ديفورمتي شنو هذي حالة ببساطة هاي أوسيو أرثرايتس اللي هي نسميها السوفان ليش؟ طبيعي هي مصد كومن بالالالد ايج بالني جوينج ومن الكومبليكيشنز مالتها سويت لي فالغس ديفورمتي ممكن نفكر بشي ثاني ممكن الروماتويد أرثرايتس ها ممكن يسوي لي فالغس ديفورمتي بس الروماتويد أرثرايتس ما يجي لبريزنتيشن فقط بجوينت واحد شنو نطعني بالاضافة الى انه المنجمنت مالتا ما تكون على الجيزية فقط بينما الأوسيو أرثرايتس المنجمنت مالتا بس أنا الجيزية ما عندي امور ثانية بالاضافة الى بعض الركز اللي تحاول تبني الكارتلج A 40 year old boy complained of long history of pain in his left knee that is worse after exercise On examination there is a tender lump over the tibial teoborosity but no evidence of swelling or pain in the joint lines عندي مشكلة تحديدا بالtibial teoborosity وش وقت تزداد؟ تزداد after exercise والأيج؟ الأيج very young هذا شنو جدا واضحة منو يكون عندي pain بالtibial teoborosity ويزداد أو يصير بعد الإكسرسايز خصوصا هذه inflammation of the tibial teoborosity شو نسميها؟ نسميها apophysitis of tibial teoborosity شو اسمه هذا الدزيز؟ اسمه Osgoodishlater disease نفس فكرة الأستيوكوندراتيس ديسيكنز ذاك يصير بالجوينت نفسه هذا يصير بالأبوفيزايتس of the tibial teoborosity وأكو ديسيز ثالث هم يشبهن يعني نفس الpathophysiology أنا أقصد اللي هو نسميه severs disease ذاك يصير بالكالكينيوس بالكالكينيوم بالheel of the foot وهم رح تجينا كيس بعديا عن ذاك الدزيز كلهن الpathophysiology مالتهم مش شابه وكلهن البرزنتيشن مالتهم يكون young age خلال فترة الgrowth مثل ما واضحنا عندنا 40 year old فهذا بسبب الإكسرسايز أو يزداد بالإكسرسايز لأن رح يزداد التنشن على الانسيرشن مالكوادرايسبس مصل اللي هي وين الانسيرشن مالتها الباتلار لقمنت اللي يروح للتبيالة وبروسيتي اناس 58 year old man present with pain and swelling directly over both battle line pain and swelling على الباتل line مباشرة ها نحن فقط قبل إثانا قبل إثانا قبل إثانا قبل إثانا بس يضطيني فد عمل بي فد استعماله هواية انه يدنق ينزل على ركبه هذا الاحتكاك اللي رح يصير بين النيز وبين الگراوند رح يسبب لي بورسايتس للبري باتيلر بورسا وخصوصا بايلاترال فهذه جوابها بري باتيلر بورسايتس دياغنوسيز الفاسكولار ديزيز اتونتيفايفي فير اوض مان برزنت وثومانت هستري او باين انه لفت كالف اون وووكينج هذه العبارة بالسيناريو هاته هواية مرة تعلينا باين اون وووكينج واكدت عليها هواية اللي هي شنو كلاوديكيشن زيان قلنا اكثر سبب الها شنو هو هو الاثيروسيكلوروسيز بس هذا عمرة تونتيفايف يعني مو كلش منطقية ما نقول ما ممكن بس مو كلش منطقية فخلي نكمل ونشوف هالدور صار عدة حتى بالجهة الثانية هالسموكينج هي رسك فاكتور للاثيروسيكلوروسيز فحاليا احنا بينا بين خلي نكمل بات دينايز هايبارتنشن هايباركوليستروليميا شوفوا اهنان يريد يبعد تفكير عن الاثيروسيكلوروسيز يريد يقولي ترا هو يانج صح سموكر بس ما عنده اذر رسك فاكتورز للاثيروسيكلوروسيز لا هايبارتنشن لا هايباركوليستروليميا لا دايابيتز سموكينجوريستروليميز اللي هو البرغرز ديزيز بيرغرز ديزيز شنو هذا البرغرز ديزيز هذا Vasculitis of medium-sized arteries يصير Vasculitis autoimmune disease بالmedium-sized arteries من ضمنه المين arteries of the lower لم فهذا الvasculitis رح يسوي لي استينوسيز ونروينج بالبلاد فيزلز فيسوي لي هذا الكلودكيشن يشابه الاثيروسيكلوروسيز تماما بس عدم وجود الرسك فاكتورز واليونج ايج هو اللي يخليني افرقه A 62 year old woman present to the emergency department with a two hour history of severe pain in her leg On examination the patient's heart rate is irregularly irregular شوفوا هواية همات مرة تعلينا هاتشي نماذج بالكيسات Irregularly irregular يعني شنو يعني arterial fibrillation شنو اكثر رسك للأتريال fibrillation الامبوليزم زين الامبوليزم يسوي لي acute severe pain بالليج اي اكيد اجتي امبوليس وحشرت بالأرتريز ما للوارلم سويت لي acute ليم فهذا acute arterial disease her right leg is cold compared to the left and the distal pedal pulses are not palpable cold والبولس ما احسليش لانقطع البلس بلاي فهذي شنو هذي امبولس بشكل واضح 72 year old woman present with a sudden onset pain in the right calf تقريبا لحد الان نفس الكيس السابق هم sudden و pain بالكالف خلو نشوف she has a past history of severe pain on both knees and her history of pain of the knees خلو نشوف for which she uses a walking stick and takes irregular داك له فيناك on examination the calf is swollen warm and tender when compared to the other side شوفوا هذا اول فرق بالكيس السابقش كانت الكالف كانت cold compared to the other side لان من صار عندي امبولزم سدتلي لبلس بلاي فصارت cold بينما هنانا warm بعد حتى يأكد لي هو انه ترى هذي مو امبولزم مثل الحالة السابقة قل لي ادوبلر التراساوند performed in the emergency department شو نو كلات هو استبعد ليها قل لي ترى هذي مو امبولزم زين شنو هاي هاي حالة مرتبطة بالنز قل لي ترى عندها الم بالرجلين اثنين هن وكانت تستعمل لهن عكازة وحتى تاخذ نسايد على مودهن شنو هاذي الحالة اللي كانت عندها كانت عندها بيكرز سيست اللي نسميهن بوبليتيال برسايتس البوبليتيال برسا يصير بيها انفلاميشن وتتضخم من الكومبليكيشن مع هاي الحالة ممكن يصير رابتشر لهاي البرسا وهذه الفلود اللي بيها تطلع على الليج كلها في السويلي هذا السيفير بين والسويلن اللي صار بالكالف فهاي الحالة هي انزميها رابتشر بيكرز سيست اللي هي بوبليتيال برسايتس رابتشر أو بوبليتيال برسا صار عندها ألم وحمرار حول المكان ما الانسرش ما الكنيولة كل أمورها نورمال فقط عندها في الثكينينج proximal to the cannula هنا بسبب الكنيولة يصير انجري للفين فهذا نسميه ثرومبوفلبايتس سوبرفشال ثرومبوفلبايتس فلب يعني فهذا بسبب الكنيولة بسبب الكنيولة بسبب الكنيولة بسبب الكنيولة بسبب الكنيولة نحن الإغماء عادة لازم أول شغلة نفكر بها ونستبعدها هي الفيت السيجر اللي هي نوبة الصرع بس هو استبعد لها بالكيس قال لي البويفرند قال لنا ما صار عندها فتنج يعني ما صار عندها حركات لا إرادية اللي هي ما الصرع ما عضة لسانها وما صار عندها انكونتننس اللي هي هيكلها علامات الفيت فاستبعد للفيت قال لي ترى هاي سينكوب الفيت اللي هي نوبة الصرع السينكوب اللي هو الإغماء يصير بسبب low perfusion to the brain قل الدم اللي يوصل للدماغ فجأة زين شنو حاليا عندي ثلاث أمور ألم صار بالright arm وبعدين أغمي عليها وبالفحص شفنا بوني لامب بالright side of the neck شنو الربط بين هاي الأمور الربط هنا واضح المفروض هذي البوني لامب عندي فد نتو عظمي بالنيك شنو هذا هذا السيرفايكال رب عندها فد ظلع عنقي هذي abnormal يعني تكون موجودة عند بعض الأشخاص هذا السيرفايكال رب رح يضغط على الفاسكولار والنيورولوجيكال سيبلاي of the arm فبسبب العمل اللي كانت والجهد اللي كانت تبذله زاد البلد ركوايرمنت للارم من زاد البلد ركوايرمنت بالشخص الطبيعي مو مشكلة يتعوضوا يجي بلد أكثر للارم بس هي بالنسبة لها هذا السيرفايكال رب ضاغط على السبك ليفين ارتري اللي هو المصدر الأساسي للبلد اللي يجيب البلد من الهارت للأبر لم فما صار عدها التعويض المطلوب اش راح تسوي الارم راح تجيب هذا البلد من مصادر ثانية ما قدرت تحصل البلد من الهارت فاش راح تسوي راح تجيب هذا البلد من البرتبرال آرتريز اللي هنا آرتريز مسؤولات عن البلس بلاي للبراين فمن سحبة البلد من البرتبرال آرتريز لل رايت آرم اش صار صار لابر فيوجن للبراين وصار عندي الدزينيس والسينكوب هذه فكرة السؤال ببساطة شوية قد تكون يعني تحتاج تفكير من نشوفها طويلة وبها هواي أعراض بس من نفكر بها ونربطها تصير واضحة ها سيرفايكل ريب يضغط على فسحب البلد من مصدر ثاني زين هاي الحالة شو اسمها شوفوا هو ما قدر يحصل عن البلد من المصدر الاساسي مالت سحب البلد من مصدر ثاني معناها باقة سراقة فش نسميها نسميها سبك ليفيان ستيل سندروم نروح لل براكتس بيبر سيكس الثيم العاشر تحديدا ثيم دياغنوس of ديسفاجي سؤال أول يقول a 46 year old woman present to the general practitioner with worsening dysphagia for solids صعوبة بالبلع تجاه المواد الصلبة تحديدا on examination you notice that her tongue is smooth and she has deformed nails rotine blood test show hemoglobin level of 9 anemia with a mean cell volume of 70 normal from 76 يعني عندي microcytic anemia وعندي deformed nails وعندي dysphagia to the solids شنو هاي الحالة اكو حالة تجمع لي ثلاث امور بسبب chronic iron deficiency anemia يصير thickening بال upper part of the esophagus يسوي لي web نسميها esophageal web بعد iron deficiency anemia تسوي لي colonic اللي هي علامة بالاضافر هو اشقال يقلعدها deformed nails ما ذكرني اسم الساين تحديدا بس بسبب iron deficiency anemia يصير عندي colonic اللي هي spooning of the nails الاضافر تتقع للداخل يصير مثل الخاشوقة هاي العلامات الثلاثة من تجتمع عندي اللي هي iron deficiency anemia colonic and esophageal web نسميه plumber vincent syndrome حاليا هو ما طالب مني اسم syndrome لان ما موجود بال choices بس يريد العلامة اللي مسببت لل dysphagia تحديدا منو هي مثل ما قلنا وهي esophageal web a 67 year old man present with dysphagia and night cuff symptoms he has suffered for six months he has recently been admitted to hospital with chest infection on 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 examination there is a soft swelling in the anterior triangle of the neck that gurgles on palpitation يعني من اضغط علي من اتحسس يبقبق بهالم معنى يعني فاش عدنا هسا عدنا dysphagia وعدنا هذا اللي هو soft swelling وعدنا respiratory symptoms cough وبالتالي صار عدي حتى chest infection دائما من اشوف مشكلة متعلقة بالGIT وارتبطت وياها مشكلة بالrespiratory وسويت infections يعني غالبا يصير عدي regurgitation ويصير عدي aspiration بسبب هاي المشكلة اللي مسويت للDysphagia المتعلقة بالإستوفيغاس أو بالGIT جاي الأكل يرجع ويدخل بال bronchi يدخل بالrespiratory tract فيسوي لي aspiration ويسوي لي infection وهو اللي مسبب للnight cough شنو هاي الحالة تحديدا اكثر شي قد يصير بجماعة الجارد ممكن يصير عدهم يصير عدهم regurgitation ويصير عدهم infection والأسد يقوم يرجع على اللانجوي سوي لي aspirational pneumonia بس هل هي هاي الحالة لا مو هي هاي الحالة لأن أكو عندي هذا soft swelling بالانتيرير triangle اذن شنو هاي الحالة هاي الحالة هي الفaryngeal pouch اللي هي يسموها zinger diverticulum zinger diverticulum يصير في باوش نتوء يطلع من ال esophagus شلون ال diverticula اللي يصير بال intestine نفس الفكرة بس هاي يصير بال esophagus هذا هو هم رح يسبب لي dysphagia وهم رح يسبب لي regurgitation ويظل يجمع الإفرازات وقد يجمع food وقد يرجع على respiratory system وخصوصا ال age هم يتوافق بهذا الأمور فهذه pharyngeal pouch أو يسموها أحيانا مثل ما قلت لكم zinger diverticulum a 72 year old woman present with dysphagia and worsening shortness of breath dysphagia worsening shortness of breath on examination her pulse is irregularly irregular شنو يعني يعني arterial fibrillation she has a flushed face and auscultation reveals a mid diastolic murmur شنو السالفة هنانا عندي GIT symptoms عندي respiratory symptoms وعندي cardiac symptoms شنو الربط بين هاي الأمور كلها خلي نبدي من ال heart بما أنه بي arterial fibrillation و بي مارمار شنو علاقة arterial fibrillation بال mid diastolic مارمار من أهم الأسباب اللي تخليها تصير هي ذا عدي enlargement بال left atrium هذا enlargement بال left atrium رح يسبب لأ arterial fibrillation زين ليش ممكن يصير enlargement بال left atrium من أهم الحالات لسوي enlargement لل left atrium هي mitral stenosis تضيق عندي بال mitral valve البلد ما جاء يعبر لل left ventricle فيتجمع بال left atrium ويسوي لي left atrial enlargement تضيق هل هل ال mitral stenosis يسوي لي mid diastoric murmur اي يسوي لي mid diastoric murmur حاليا بالنسبة لل heart صارت الصورة واضحة زين هذا ال mitral stenosis طبيعي رح يسوي لي shortness off breath شنو علاقة كل هاي الامور ويال dysphagia بسبب left atrial enlargement هذا enlargement ممكن يسوي لي pressure على ال esophagus يضغط على esophagus فاش عندي اذن external esophageal compression السالفة مو يم ال esophagus اصلا السالفة بال heart عندي enlargement بال left atrium وهو جاي يضغط على esophagus شنون عرفنا عرفنا من arterial fibrillation من mitral stenosis اللي سمعنا على شكل مرمر فهذا بهالشكل نستنتج esophageal compression a 57 year old woman present with occasional retrosternal pain and acid reflex حاليا العلامات مالجيرد واضحة retrosternal pain و acid reflex she denies other symptoms and examination is unremarkable a chest x-ray show an air fluid level behind the heart شوفوا يعني تفكيرنا ما للجرد صحيح هي فعلا عندها جرد بس هو مايريد من عندي الجرد لا اكو حالة ثانية يقال يقال لي ترا بالchest x-ray شوفت اكو air fluid level behind the heart air fluid level بالchest هذا مو شي normal المفروض ما موجود شوقت يصر عندي air fluid level بالchest وبنفس الوقت يكون مرتبط بالجرد هذه hiatus هرنية الستومك تصعد تطلع من خلال الدايفرام وتصعد لل thoracic cavity ولو جزء من عدها فالفلويد ما للستومك اللي صعد بالchest رح يسوي air fluid level وبسبب هذا الشي بعد تخربط الregulation ما لل lower esophageal sphincter فيقوم الأسد يرجع للإسوفيغاس يسوي جرد فإذن هذه hiatus أو hiatal هرنية بدون الدسفاجية قد نفكر هذي m-i sudden onset pain chest وبالنك هذي ممكن m-i وهي الدسفاجية خلوا نشوف ممكن شي ثاني on examination he appears unwell in an ECG show no acute changes and cardiac enzymes are normal شوفوا لأن هذا الشي هو المنطقي من يجيني شخص acute chest pain ويوصل للنك لازم أول شي m-i واستبعد l-m-i فسوينا ECG سوينا cardiac enzymes normal اذن هذي السالفة مو اما اي a chest x-ray show gas in the mediastinum ها معناها مشكلتي g-i-t لان عندي dysphagia بالجي اي تي شعدي انا هنا بالchest عند الأسوفيغاس شن الحالة اللي ممكن السوي له هتش severe sudden onset pain السوي للdisphagia والأهم سوت لغاز بالmediastinum المediastinum هو middle part of the chest اللي هو المفروض ما بي air بي فقط الorgans الheart great vessels البرونكاي ال وال أسوفيغاس الأير أشوف فقط باللاين ما للبرونكاي غير مكان المفروض ماكو air فهنا معناها شنو معناها صار عندي perforation بالاسوفيغاس هذا الperforation سوى لي هذا severe pain وبنفس الوقت هو اللي يخلى الair والقاز يطلع للمediastinum شنسميها هنا ما منطيني الجواب مباشرة اللي هو اسوفيجي الperforation لا هاي يسموها borhaive syndrome borhaive syndrome اللي يسوي لي هذي العلامات اللي سببها هو perforation of the esophagus الثيم اللي بعد اللي هو diagnosis of pediatric surgical conditions a newborn baby present with a bile stained vomit and abdominal distention on its third day of life an abdominal x-ray reveals gas in the stomach and the first part of the denom but nowhere else in the abdomen شوفوا نجي واحدة وحدة اولا نجل bile stained vomit يعني مصدر اقل شي يجيني من الدودنم لان البايل الخوة موجودة بال stomach اقل شي تجيني من الدودنم تمام هاي النقطة الاولية النقطة الثانية الاج مال ثري دي نيوبورن بعد ثلاث يام فممكن افكر بالاسباب الولادية جيد الاكس ري قلت لترى اكو غاز بال stomach اكو غاز بال دودنم بس باقي الابدومن ما بها غاز زين جاي يجيني اني من الدودنم والطفل نيوبورن فقط ثلاثة يام عمره وما عندي غاز باقي اجزاء الجي اي تي شنو يعني يعني باقي اجزاء الجي اي تي ما موجودة اصلا او على الاقل مسدود الدودنم وما يعبر الى باقي الجي اي تي نهائيا فهذه شنو هذه دودنم اتريجية اللي هي الدودنم يكون بها مسدود ولاديا هذه دودنم اتريجية لحد الان نفس الكيس السابقة it is noted that she has failed to pass meconium ما طلعت عندها اول bowel movement ما دري ليش قد يتعدها هو ما قال يمكن في ميال المهم an abdominal x-ray showing large small and large bowel loops شوفوا هذي اللي فرقت لي شوفوا ال x-ray يش قد مهم بالحال السابقة قال ال x-ray تراويني بس air بالاستومك وبالدودنم باقي جي اي تي ماكو شي باقي الabdomen ماكو شي فقلنا انو باقي الabdomen اما موجودة او مزدودة هذي فرقت لي هناك مهمة اهنان هما تفرقت لي ال x-ray ليش قل ان large small and large bowel loops يعني موجودات هالم مرة تراي وال food جاي يوصل لهن بس enlarged مضخمات وما طلعت عندي first bowel motion اللي هي الميكونيوم شنو هذي الحالة هذي غالبا هي am porphorated anus ال anal canal ال anal sphincter am porphorated ما مفتوحة اهنان ما يريد الاسم مباشرة وانما disease هذا نسميه hershberg disease hershberg disease فهذي العلامة شلون المرضين مش شابهات الى حد ما بس فرقنا بيها من خلال العلامات ما لل x-ray السؤال الثالث يقول a baby is born with a liver and some a small intestine herniating through a defect in the anterior abdominal wall adjacent to the emblycus عندي عندي دفكت بال abdominal wall والليفر وبعض الانتستنز طالعا من عنده شي اسمها هاي الحالة عدنا حالتين ولاديات بيهن خروج للأمعاء او الاحشاء الداخلية الى الخارج منو هن اللي هن الگاسترو شيسيز وال اكسو مفالس اكسو مفالس وال غاسترو شيسيز شلون افرق بينهم اولا اش قللي هو قللي adjacent to the emblycus يعني مو بالأمبلايكس نفسها الگاسترو شيسيز تكون adjacent to the emblycus بينما الاكسو مفالس تكون بالأمبلايكس نفسها هذا الفرق اللي هو حاليا على اساس انا رح اختار الگاسترو شيسيز اكو فرق ثاني اكد لي ايه اكو فرق ثاني بالگاسترو شيسيز هذه الفيزرا هذه الورغنز اللي طالع ما تكون متغطاية باي ممبرين حاليا هو ما مركز لي على هاي النقطة ما قال لي ها بشكل صريح بس هو ما قال لي انه اكو ممبرين موجود بينما بالاكسو مفالس لا اكو ممبرين هي صح طالعة بس اكو ممبرين شفافي يغطيها عادة فحاليا جوابي هو الگاسترو شيسيز ومثل ما قلنا الاكسو مفالس تكون بالأمبلايكس نفسها اناي نير اولد هس بعد ان الحالات ما الاعمار اكبر مو مشاكل كلش ولادية مثل ما شفنا بالكيسات الثلاثة السابقة هاي الكيس ممكن نفسها يجيب ليهاها للأدلت كيس واضحة وبسيطة رايت اليكفوسة وفومتن وداياريا شنو اول شغلة لازم نفكر بيها بكل وضوح بكل بساطة اول نقطة نفكر بيها هي الابندسايتس بعدها شنو هذي الحالة اللي تصير بيتش عمر وتسوي اللي بليدنج هذه هي الميكلز دايفرتيكولام ميكلز دايفرتيكولام هذه دايفرتيكولام خاصة تصير بالاطفال شوفها وتسبب لي هذه الحالات تسبب لي بليدنج بدون اي مشاكل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة